وفرت الدولة حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تختلف عن الموجودة بالسوق كما عملت الدولة أيضا على توفير مغتلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل زيوتي والسكر واللحوم واسطى إقبال كبير من المواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة وفرت الدولة حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بأسعار تنافسية تختلف عن السعر الموجود بالأسواق ففي مجمع الألف بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وصلت التخفيضات إلى أكثر من 25% عن الأسعار المتداولة بمناسبة قرب حلول المولد النبو الشريف استعدنا جيدا من أكثر من حوالي شهر لتوفير كافة أنواع السلع وخاصة حلوة المولد بتنوحها واختلافها وأسعارها وجودتها العالية جدا الشركة العامة وفراحة كلها متوفرة فيها جميع أنواع السلع الغذائية وبأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة كبيرة من 20% إلى 25% كما عملت الدولة على توفير مختلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل الزيوت والأرز والسكر بالإضافة إلى اللحوم التي لقت إقبالا كبيرا من المواطنين حيث توافرت اللحوم السوداني والبرازيل بتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالخارج وبجودة مرتفعة عندنا لحمة سوداني بـ 15 جنيه طبعا زي ما حضرتك شايف كده الإقبال هنا كل يوم مثلا عجلينه نص ثلاثة ثلاثة ونص يوميا وعندنا النحاء الثانية في السوبر ماركت جوال أحمة برازيلي بتسعة وسبعين جنيه طبعا على أعلى جودة المجمع كويس وكل حاجة موجودة فيه وقاله كذا سنة وإحنا موجودين في المنطقة وهو كويس يعني المجمع كل حاجة فيه حلويات حلوة ورخيصة عن بر 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 بتفيه بـ 90 وانت طالع وفيه بـ 100 بر هنا بـ 60 حلوة رخيصة يعني المجمعات الاستهلاكية تقدم للمستهلكين عشرات السلع الغذائية وغير الغذائية من الأرز والسكر والزيت واللحوم ويمكن للمواطن من خلالها شراء السلع الاستهلاكية ولا يشترط حمله بطاقة تموينية للاستفادة من انقفاض أسعارها مقارنة بالسوق المحلي أحمد الحسيني التلفزيون المصري